متابعيني جميعا على قناة انفو تيك فوريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة النهاردة هنتكلم عن موديل جديد من liquid.ai وهو liquid foundation model وفي مجموعة من الموديلز المختلفة من خلال هذا الموقع وهو حديث العهد جديد مش بقى له فترة تريد تغشي على الرابط وتشوف بعض الرسوم البيانية اللي بتشرح لك الأداء الخاص بهذه الموديلز ولكن تعالى نقول ان liquid foundation models يمكن قايم على حاجة اسمها MOE experts خاصة الموديل اللي هو 40B لانه في كذا موديل في 1.3B وفي عندي 3B وعندي 40B MOE وده ما ينفعش تشغاله عندك غير على جهازك وصعبه ايضا انت تحمله انت هتشغاله من خلال انترفيس بنسبة لLFM3B ممكن يكون سهل ان هو يشتغل عندك على الجهاز وال1.3B وال3B ممكن ايضا تشغاله من خلال الموبايل بتاعك انا هنا جاي اجرب هذا الموديل واشوف هل هو فعلا كما بيقول على الموقع بتاعه من خلال البلوج اللي بيتكلم عن امكانياته اولا هو زي ما قلتلك في 1B و3B و40B وفيه ممكن تجربه على كذا بلاتفورم ممكن تجربه على Liquid Playground ممكن تجربه على مبادا ممكن تجربه على Perplexity وتشوفه وحنشوف مع بعض النهاردة ان شاء الله بشكل عملي ونبص عليه ونبص على امكانياته فيه زي ما قلتلك رسوم بيانية بتوضح الاداء بتاعه وبتقارن ما بينهما بين بعض الموديلز الاخرى من ناحية البنشمارك الخاص بالكونتكست اللي هو السياق التوكنز هتقارن ما بينهما بين لما وما بين جاما وما بين اللي هو من شركة جوجل ولما شركة متا وPHI 3.5 Microsoft ومسترال طبعا مسترال AI برضو من الموديل الممتازة جدا وحتعمل مقارنة ما بينهم ما بين من حيث ما قلتلك الكونتكست وجزء اللي يهمنا ايضا اللي هو الMMLU اللي هو التعامل بشكل عام مع الماسيف اه انفورميشن او الIM بشكل عام احنا مش هنخش في كل الحاجات التكنيكل ده احنا يهمنا كايند يوزر ان انا اجرب هذا الموديل ولكن انا بحب ان انا اقولك شوية معلومات خاصة بالموديل اللي انت هتجربه من ضمن هذه المعلومات الMOE او الميكسشير اوف اكسبرت والميكسشير اوف اكسبرت لو انت دخلت كده بصيت هتلاقيه الM و ايه كده موجود عندك فيه الجراف اللي فوق هو عبارة عن ايه هو مختلف شوية هذه البنية الخاصة بهذا الموديل مختلفة شوية على الترادشونال LLM او اللLM العادي اللارج لانجوش موديل العادي ليه بقى هديك مثال كده عشان اوضح لك الفرق ما بين الاتنين اللLM كنموذج بيتعامل مع الامر اللي داخله كله كده على بعضه يعني هو كده النموذج كله يتعامل مع هذا الامر لكن الماكسشر of experts تخيل ان اللLM ده عبارة عن مجموعة من الخبراء وكل خبير مسؤول عن حاجة معينة فانا مثلا لما اكتب عن الكود بيستدعي الخبير المسؤول عن الكود يتعامل معاه لما بتكلم في جزئية متعلقة بمسألة حسابية يبتدي يستدعي جزء المسؤول عن ده التلخيص يبتدي يستدعي جزء المسؤول عن ده وبالتالي لا يتعامل كموديل كامل مع الكويري او الطلب اللي انا بدخله ومن المفترض ان بناءا على هذه البنية النتيجة بتكون اضاق وافضل دي بس الجزء اللي انا حبيت ان انا اشرحه هل هو فعلا بيديني كده ده حيبان من التجربة يعني ده حيبان من التجربة مقدرش ان احنا يعني برغم ان انا برضو جربته انا بترك الامر في الاخر ليه اليوزر هو اللي يقدر ان هو يقول لان طلبك غير طلبي جزء اللي انا بستخدمه فيه غير الجزء اللي انت بتستخدمه فيه وهنا بيقول لك try liquid تقدر تجربه على playground البلاتفورم الخاصة بالdeveloper ولمبادا شات وpreplexity والنهار ده بقى انا حاجة اجربه على حاجة مختلفة وهو open router لو تقدر تجرب تروح هنا للشات حاطلك الرابط الخاص بالموقع في الوصفة اسفل فيديو بتروح للاد موديل الاول وتشوف الموديل اللي انت عايزه ايه فهنا انا هاختار الموديل بتاعي عندي liquid lfm فيه 40 bmoe وفيه free هابقا انا هروح اجرب free وهيبتدي نشوفه اولا هنا بيديك زي كده examples ممكن ان انت تجرب بيها الموديل بتاعك ممكن هنا اقول له write a story about young men lives in forest far from city and he face an adventure or he faced an adventure unique خلي خلي the story unique and the end is open وخلي النهائية مفتوحة اوكي وحدو enter مش هصالح بقى دلوقتي حاجة في الجرامر شوف كده هيديني ايه اولا بص السرعة يعني حاجة من الحاجات برضو الحلوة بص السرعة once upon a time in a vast forest مش هنقض نقرأ القصة طبعا بس انا بقوليك القصة اولا اهي هذه القصة story اعطهالي بسرعة زي ما احنا شايفين فاذا هو سريع في الرد احنا هنا جربناه بالنسبة لايه بالنسبة لل story تعالى نجرب حاجة تانية هقول write an academic paper about the usage of AI in space science او علوم الفضاء هنا بصوا بصرعة ابتدأ انه هو يكتب زي ما احنا شايفين academic paper والمكوانة من الintroduction طبعا عطاني title artificial intelligence in space science opportunities challenges and the future directions introduction عطاني هنا اول topic من نفس الطريقة اللي بيتكتب بيها اي academic paper وconclusion وهنا بيقلدي include your reference here in the required citation style وهنا ما عطانيش reference هنا ممكن اقوله give me the reference هنا ما يقوللي my apology for the previous response هنا بدأ يعملي update ويديني reference يعني بيعتذر انه هو ما كتبش references في الاول طبعا دي حاجة كويسة زي ما قلتلك الموديل ده جديد في تطوير بيتم عليه في موجود هنا كمان هنا بيقوللي هنا في insights وبسيت عليه هتلاقي في الـ 242 tokens per second يعني قدرته على انه هو يديني output 242 واربعة من عشرة tokens per second والتوكن count 1675 والduration 6.9 second حاجة كويسة جدا هنا في export ممكن تعمل export للداتا ولكن بيعمل له export في ملف .gson والimport هو ملف كده بتتنقل في البيانات وفي import برضو لازم ترفع حاجة .gson طبعا هو حسب الموديل اللي انت بتستخدمه اللي ينفع يترفع معايا يعني الحاجات دي already بتكون موجودة في كل الموديلز مهما غيرته بتبقى options دي اغلبها بيكون موجود ممكن ان انت تعمل share للموديلز لكن هنا انت بتعمل copy عادي جدا ممكن تعمل delete ممكن تعمل edit ممكن تشوف الinsights زي ما وردتك من شوية ممكن تعمل regenerate لو مش عجبك المسلا هنا academic paper مسلا تعال نشوف حاجة تانية مسلا اغلبها اعمل يورو وابتدي استخدم نفس الموديل في تجربة حاجة زي كده دلوقتي حضوريتك مسلا واحد عنده بيزنس معين وعايز يعمل expand البيزنس ده فدلوقتي انت عايز تقدم له proposal كعميل تعمل ايه فتبتدي ان انت تقدم له البيزنس بتاعك ده هنعمل فيه كذا وكذا وكذا كمسلا ايه شركة digital marketing على سبيل المثال دي حاجة من الحاجات فهروح لليكويد بلاي جراوند عشان اواريك الموضل الموجود او اللي تقدر تجربها على لليكويد بلاي جراوند لما هتخش على البيلاي جراوند هتلاقي الات اولا انك انت ترفع ملف coming soon عشان بس ما تعذبش نفسك فرفع ملفات لكن بالنسبة هنا للموضل المفتوحة على البيلاي جراوند الليكويد 40P والليكويد 3P الليكويد 3P على الأجهزة الصغيرة تقدر ان انت تستخدمه او هو بيست ان الأجهزة الصغيرة ال40P بيكون مناسب اكتر على مثلا اللابتوب بتبتدي تكتب الرسالة بتاعتك وتبتدي ان انت تجربه تعال كده نجرب ال3P ونقوله write نفس الكلام an academic paper write an academic paper to discuss the effect of global warming on the earth and living things كائنة الحي هنا بقى هو لما عمل search انا شايف انه بصراحة يعني ما كتب بطريقة academic paper وعمل search على google لكن لما انا استخدمته هو لوحده وانعزل عن search يعني باستخدام google انا شايف انه عطاني التزم بالاوامر الخاصة بالsystem نفسه فانا شايف انه هو لسه كده confused مش قادر انه يعني يعمل balance ما بين انه يدور على google وانه هو يكتب لي academic paper بشكل مظبوط يديك الاجابة الأكرت وهو او طريقة الصح وهو بيدور ممكن يديك معلومات دقيقة وصح وكل حاجة ولكن الالتزام بكتابة academic paper انا شايف كده لأ يعني اشتغل من غير مفاعل الويب ده مثال من الامثلة طبعا انت جرب انا عايزك تجرب liquid 3b وتجرب 40b ممكن نجرب مع بعض 40b ونحط نفس السؤال ونفعل الويب ونشوف يعني قدينا بنجرب مع بعض برضو زي ما احنا شايفين بيديني ايضا الاجابة وكأنه بيتعامل مع تك استعادي مش academic paper لو انا وقفت البحث وعملت off عن طريق الويب حيبتدي ديني التايتل والابستراكت والانتروداكشن ويلتزم بكتابة academic paper والريفرونس بشكل صحيح يبقى لسه البالنس والتوازن ما بين البحث على الانترنت والانستراكشن لانا بدهوله لأ لسه مش عارف يعمل ما بينه توازن ده بالنسبة الليكودي اي ولكن كتجربة جديدة هي جيدة جربوا هذا الموضل كفري على البيليجراوند او على راوتر اي اي اوبر راوتر اي اي زي ما انتوا عايزين انا حبيت بس اتناول معاكم هذا الموضل ممكن يكون كومباتتور يعني لا بأسة بيه في المستقبل بالنسبة او بالنسبة جوجل جيميناي وغيرهم من الموضل زي الاخرى اللي هنعرفه ان شاء الله بإذن الله ولكن هو موضل جديد اتمنى لكم موضوع النهاردة نالي اعجابكم على قناة انفو تكفر يو زي ما بقول لكم في نهاية كل فيديو انساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد ولو كنتم متابعين الاعزاء ما تنساشوا لايك وشيروا كومنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته